بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة الخامسة تناولنا في الدرس السابق الإراءات المحاسبية لتصفية شركة التضامن وبدأنا بمثال لتوضيح كيفية تصفية شركة التضامن وتم تناول تسجيل قيود التصفية اللازمة في الدرس السابق وتنتهي عملية التصفية بعد ترحيل هذه القيود التي تم تسجيلها إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ وقف لجميع الحسابات ونتناول في هذا الدرس ترحيل القيود الخاصة التي تم تسجيلها إلى دفتر الأستاذ وفيما يلي ترحيل القيود الخاصة بحسابات البنك وأرباح وخسائر التصفية ورؤوس الأموال نبدأ بترحيل القيود الخاصة بحساب البنك كما هو ظاهر بقائمة المركز المالي عند التصفية أن هناك رصيد للبنك يبلغ 50 ألف ريال تم تحصيل المدينين أو ديون الشركة بمبلغ 90 ألف ريال وبالتالي أصبح الرصيد 140 ألف ريال 50 ألف ريال الرصيد ظاهر بقائمة المركز المالي تم تحصيل ديون الشركة بمبلغ 90 ألف ريال أصبح الرصيد 140 ألف ريال وكذلك تم بيع المخزون السلعي بمبلغ 170 ألف ريال اللي يصبح الرصيد 310 ألف ريال 140 زايد 170 310 ألف ريال تم بيع الأصول الثابتة بمبلغ 900 ألف ريال وبالتالي يصبح الرصيد 1.210 ألف ريال 310 ألف ريال زايد 900 ألف ريال يصبح الرصيد 1.210 ألف ريال تم تسديد الديون بمبلغ 300 ألف ريال ليصبح الرصيد 910 ألف ريال أي أن 1.210 ألف ريال يطرح منها 300 ألف ريال الباقي 910 ألف ريال تم تسديد التاينين وتم توزيع الباقي النقدية بين الشركاء 455 ألف ريال رأس مال زايد يعني 910 ألف ريال تم توزيع بين الشركاء بالتساوي 455 ألف ريال رأس مال زايد 910 ألف ريال ناقص 455 ألف ريال باقي 455 ألف ريال برضو كذلك تم إعطاء نصيب الشريك عمر 455 ألف ريال حساب رأس مال الشريك عمر ليصبح رصيد البنك صفر هذا فيما يخص حساب البنك 50 ألف ريال تم تحصيل المدينين 90 أصبح الرصيد 140 تم تحصيل المخضون الشلعي بمبلغ 170 ألف ريال أصبح الرصيد 310 ألف ريال تم بيع الأصول الثابتة 900 ألف ريال ثابتة 900 ألف ريال أصبح الرصيد أصبح الرصيد مليون ومية ميتين وعشر ألف ريال تم تسديد الديون أصبح الرصيد 910 ألف ريال تم توزيع باقي النقدية للشركاء بواقع 50% لكل شريك رأس مال زيد 455 ألف ريال الباقي 455 ألف ريال تم نصيب الشريك عمر 455 ألف ريال ليصبح حساب البنك صفر رصيد حساب البنك صفر أما تم القيود الخاصة بحساب أرباح وخسائر التصفية أن هناك خسائر من تحصيل ديون الشركة بمبلغ 10 ألف ريال ليصبح الرصيد أرباح وخسائر التصفية من العملية الأولى صافي خسارة 10 ألف ريال تم تحصيل بيع المخزون السلعي بربح 20 ألف ريال وهناك خسارة من المدينين 10 ألف ريال ليصبح الرصيد ربح 10 ألف ريال لناتج عن بيع المخزون السلعي عن طريق البنك وكذلك تم بيع الأصول الثابتة بخسارة بلغت 100 ألف ريال ليصبح رصيد الخسارة 90 ألف ريال بعد بار أن هناك صافي ربح من العملية السابقة 10 ألف ريال وبالتالي أن هناك رصيد لحساب أرباح وخسارة التصفية بمبلغ 90 ألف ريال اللي هو صافي خسارة وتوزع بين صافي خسارة أرباح وخسارة التصفية توزع بين الشركين بالتساوي 45 ألف الشريك زيد الباقي 45 ألف الشريك عمر ليصبح رصيد حساب أرباح وخسارة التصفية صفر وثم يتم ترحيل القيود الخاصة بحساب رأس مال كل شريك حساب رأس مال زيد هناك رصيد لرأس مال وظاهر به القائمة المركز المالي 500 ألف ريال ويمثل رأس مال الشريك زيد في الشركة وتم توزيع خسارة التصفية بواقق 45 ألف للشريك زيد و45 ألف للشريك عمر إذن لديه رأس مال رصيد 500 ألف ريال وهناك خسارة التصفية 45 ألف ريال ليصبح رصيد رأس مال 455 ألف ريال وتم توزيع النقدية الباقية 455 ألف ريال بواقع لكل شريك ليصبح رصيد حساب رأس مال رأس مال زيد صفر أما رأس مال عمر نفس حساب رأس مال عمر بنفس الطريقة حساب رأس مال زيد لديه 500 ألف ريال ظاهرة بقايمة المركز المالي وتم توزيع خسارة التصفية لكل شريك وكان النصيبة 45 ألف ريال ليصبح الرصيد 455 ألف ريال وتم توزيع النقدية ترحيل مبلغ النقدية بعد توزيع النقدية تم ترحيل مبلغ 455 لحساب رأس مال عمر ليصبح رصيد حساب رأس مال عمر صفر وبعد ترحيل الحسابات الخاصة بالبنك وحساب أرباح وخسارة التصفية وحساب رأس مال كل شريك حساب رأس مال زيد وحساب رأس مال العام تنتهي عملية تصفية شركة التضامن